اشتركوا في القناة طريقته سهلة جدا متعمة وهتعجبكم ان شاء الله وهتعملوها كل يوم ممكن نحشيها بحشوات مختلفة مش شرط بطاطس وجبن مقدرها بسيطة وموجودة في كل بيت هقولكو دلوقتي مقدرها بحتاج عشان اعمل حوالي 13-14 ريف كده خمس كبيات من الدقيق بحتاج كيلو بطاطس بحتاج اي نوع جبنة بتفضلوها انا هستخدم جبنة موزاريلا وجبنة رومي مفشورة زبدة اربع معلق كبيرة من الزبدة وبطين كبار بحتاج معلقة من الملح ومعلقتين كبار سكر بيكين باودر معلقتين صغيرين وخميرة فورية باكت او معلقة كبيرة وممكن استعمل خميرة بلدي بحتاج كمان لبن لبن حليب بحتاج كبايتين ممكن يزيد شوية على حسب درجة رطوبة الدقيق اللبن هفضيه في بولا او في كسارونا عشان هحتاج ادف فيه شوية انا هدف فيه في المايكروويف هحط معايا الزبدة هي الزبدة مش سقعة قوي بس عشان تدوب شوية الدقيق هحط عليه الملح والبيكين باودر وحقلبه بالمضرب السلك او ممكن تنخلوه هشوف البطاطس دلوقتي هغسله وهقشره وقطعه مكعبات واسلقه وبعد كده ههرسه ممكن تسلقه بقشره بعد كده تقشره وتهرسه زي ما تحبه الزبدة اهي دابت مع اللبن بس نخلي بالنا لو كانت سخنت زيادة انا سخنتها دقيقة في المايكروويف تختبروها كده لو درجة حرارتها تقدروا تستحملوها زي المياه اللي بنستحمى بيها اوكي نحط عليها السكر مع لقتين كبار سوري سوري بندوبوه وبعدين بنهط الخميرة لازم اختبر الخميرة زي ما قلتلكم من اهم شروط نجاح العجينة اي معجنات هي الخميرة لازم اختبر الخميرة واتأكد انها شغالة اقلبها مع السكر واسيبها كاني بعمل مزرعة خميرة دلوقتي وبغطي الاناء وبسيبه خمس دقائق لو لقيتها تكاثرت وابتدت تزهارلي بابلز على سطح اللبن معنى كده انها بتبتدي تتكاثر وبتتنفس وطلعتلي فقاعات من ثاني اوكسيد الكربون اهو زي ما انتوا شايفين الخميرة بتتكاثر يعني شغالة هستعملها على طول في العجن على الدقيق والمكونات الجافة يعني هحصب اللبن كله مع الخميرة وهبتدي اعجن بصب الكمية كلها هود الم في العجن لحد ما تتعجن كلها معي هحط ده الاوراق بتاعت البصل الاخضر مع الطعاء صغير ده بيدي ريحة حلوة جدا للعيش لما بيتامل على النار من فوق بيديله ريحة جميلة جدا بصل الاخضر مش بيفصل العيينة مش بيان فيها اي حاجة ومش بيتقطع ولا اي حاجة جربوها هتلاقيها ممتازة بتدي ريحة وطعم حلو هنضيف البيت واحدة واحدة ونستمر في العجين بنفضل نعجن كده لحد ما تبتدي العجينة تفصل من ايدينا ومن الاناء بس هي هتبقى عجينة لينة لو لقينا انها محتاجة دقيق ممكن نضيف لو لقينا انها يبسة ومحتاجة لبن بنضيف بس انا شايف ان العجينة هنا ما شاء الله ممتازة بس هي ممكن هتحتاج رش دقيق كمان هندف لها رش دقيق انا حطيت تقريبا دلوقتي تلت كوباية واضح ان درجة رتوبة دقيق اللي انا استخدمت عالية شوية فعشان كده احتاجت ان انا اضيف الدقيق بنعجينها كويس قوي بنحط كمان رش دقيق دقيق انا انا كده اضيف اضيف الها كمان حوالي تلت ربع كوباية دقيق يعني يبقى كمية الكلية للدقيق اللي استخدمتها النهاردة خمس كوبايات وثلاث اربع يعني ست كوبايات اللي ربع اهي فصلت مدام فصلت كده يبقى خلاص العجينة تمام شدت واشتغلت معنا هعمل اي دلوقتي بعد ما خلاص تعجنت كويس هغطيها بقماشة رطبة واسيبها لمدة 30 دقيقة او ممكن احطها في فرن يكون وهو مطفي او ممكن اشغل بس اللمبة بتاعة الفرن واحطها في الفرن لو كانت جو برت خلاص دلوقتي هغطيها لو يعني ممكن تدهنوا وشها زيت او تغطوها كده وخلاص مفيش مشكلة لان انا مش هسيبها فترة كبيرة يعني هسيبها 30 دقيقة بس فمش هيحصل لها مش هترتفع كتير لدرجة انها توصل للقماشا ده البطاطس بعد ما تسلق وهو سخن بابتدي اهرسه خلاص 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 بعد ما تحرس احط له معلقتين كوبار سامنة او زبدة هبتدي او برده ابهره يعني هحط له ملح وفلفل اسود بحط بحط الاول الجبنة دي كوباية جبنة رومي وحط كوباية جبنة موتريلا اخلطهم مع بعض واحنا بنبهر الخليط ده نعمل حسابنا ان الجبنة الرومي بتبقى حدقة ولو في جبنة برمزان طبعا بيبقى احلى بس هنبتدي بقى نقلبها دلوقتي بالمعلقة ونضف لها التوابل هخط معلقة صغيرة تقريبا في الفل اسود الملح بقى هحط يدوب رشة ملح مش هحط ملح كتير لان الجبنة ريدي حدقة خلاص بعد ما اتعجنت كويس خلاص مش همانعوش ناجل فيها كتير عشان البطاطس هتبتدي تمط تام العرق احنا مش عايزين هتام العرق ده حنبتدي بقى حندقها دلوقتي لو لقينها محتاجة ملح ممكن زود بس هي كده تمام ممتازة جدا هنبتدي هنبتدي دلوقتي بقى نقسم العجينة على سطح الطولة او فصانية هنحند هنا زيت وهنقسم فيها العجينة دي زي ما انتو شايفين العجينة لينة جدا جدا وهشت شوية انت فخت لما بحط فيها صابي ما بترجعش تاني يبقى كده هي تمام حدهن السطح بالزيت والعجينة هقطاها من 12 ل 14 قطعة هشوفها لحسب ما هتيجي معايا عدد الارغفة نحاول انها تكون اجزاء متساوي خلاص كده هبتدي اشتغل مع واحدة فيهم بفردها الاول على شكل دايرة بعد كده احط فيها الحشو كمية كويسة من البطاطس وابتدي ألم العجينة عليها بعد ما خلاص قفلتها كويس جدا افردها بس لازم احط النشابة في النص والقدام وفي النص لورا من النص القدام ومن النص الورا ما بتديش من بداية القرص الاخره لان لو عملت كده هلاقي الحشوة بتتجمع في مكان واحد انا عايز الحشوة تتوزع بالتساوي داخل الرغيف من النص لقدام من النص الورا وممكن برضو بالورا المهم اني ابتدي من النص الرغيف زي ما انتو شايفين بالشكل ده بفرده تقريبا بيعمل لي رغيف بيبقى قطره حوالي 15 سنت تقريبا يعني بنرس بقى الرغيف اللي عملناها هنرسها فوق بعض بس هنحط بين كل واحد واحد هنحط طبقة من البلاستيك هنكملهم كلهم وربعض لان على النار ما بياخدش وقت خالص خلاص عملناهم وطلقوا لي 13 رغيف بنحط زيت في طاسة على النار نار متوسطة هنحط بقى في الرغيف بس بعد ما اتأكد ان الزيت بقى سخن هشيك علي لو لقيت احمر بقلبه شايفين ما شاء الله لونها بقى جميل جدا بقى ده بيغامق كده بتبقى مقرمشة وطعمة جدا الزبدة بتخلي طعمها حلو والزيت بيخليها مقرمشة من برا طعمة جدا جدا واحلى من الكرب كمان ممكن تنفذ نفس الحكاية دي بس بحشوات مختلفة اي حشوات تحبوها هنعمل واحدة تانية برضو شوية زيت سويرين سهلة جدا ومش بتاخد وقت ممكن تعملوها وتشلوها في الفريزر بس تخلو فواصل بلاستيك بين كل واحدة والتانية وتشلوها في كيس في الفريزر في وقت الزنقة تطلعوه وتشتغلو على طول تسبوه كده لمدة ربع ساعة لحد ما يفك وبعدين تبتدو تعملوه على النار ايوة دلوقتي بقى بنحطو اتمنى تكونوا شايفين كويس هي الاضاءة مش هلوة قوي في المطبخ مالش سوري جميلة الكراست دي فضيعة دعمها حلو جدا خلص خلص بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي قوي وجربوها وان شاء الله هتعجبكم وطبعا كالعادة بقولكو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو واملوا لايك عشان تدعموا قناتي وتساعدوها على الانتشار وترجعوها تاني تصحة من قوله جديد لان انا بقى لي فترة يعني مش بشتغل في القناة وهقولكو ليه بإذن الله هعمل لكو فيديو قريب او ممكن لايف هقولكو ايه ظروف وايه الحاجات اللي حصرتلي بالضبط عشان تشاركوني ولو كنتو ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا فيها ولو ليكو اي ملاحظات او طلبات اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو واشوفكم في وصفة جديدة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة